اهلا بكم الحقيقة انه النظام في الانتخابات باقى 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 انت هتسيبه الوراك واللي قدامك وتقعد لنا شوائي شده احنا بنعمل تاريخ دلوقتي يعني انت لما تقعد تقرأ عن تاريخ الزمان بتمسك كتابه وتقعد تقرأه احنا بقى التاريخ بتاع دلوقتي احنا صوتك اللي مش هيكله وجود في اعلام السيسي كله احنا الحقيقة اللي مستحيل ينقلها اعلام السيسي فانت سيبه الوراك اللي قدامك عشان فيه وجبة حلوة دسمة جدا بفيديوهات والصور وكل حاجة النظام الحقيقة في الانتخابات دي باعلامه وبقضاءه وبمثقفينه وبكل حاجة في الدنيا رفع الشعار اني اجذب واتجمل فيه قصة كده للأستاذ يوسف أستاذ حسان القدوس سمعه اني اجذب ولكني اتجمل النظام دا بقى رفع شعار اني اجذب واتجمل وأجذب 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 عمر قديب راجع بقوة يصلح اللي عمله مع سمير غطاس ويلم الدور مع انه عمر ما عملش حاجة والله ما عمل حاجة وعلى فكرة سمير غطاس ما قالش حاجة دا اللي قاله عمر اللي قاله سمير عند عمر قاله وزير خارجية مصر مش حاجة يعني يعني ما ذكره سمير غطاس عند عمر قديب قاله وزير خارجية مصر في حوار تلفزيوني انما يبدو بقى انه عمر تقرس جامد فحاب يلم الدور بعد انتقاده على الهوى لتطنيش محمود فوزي مدير حملة السيسي فعمر راجع يبالغ ويقولهم لا لو كان على التعريد فمفيش ليس لها الا عمر قديب وراح عمر طالع قال يقول كلمتين كده مبارح على الهوى غريب جدا خاني اسمع عمر يا ديب هو راجع الى ملعب التعريد والبطولة الدولية اسمع سؤال مهم النهاردة هتقول لي يا عمر ازاي تقدر تثبت لي ان كان فيه اقبال في اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية هقولك اكتر من شيء الشيء الاول غريب جدا يعني اجابة غريبة جدا ان انا ما شفتش حد استجرى يقول ان ما فيش اقبال يعني انا ما شفتش حد جات له الجرأة انه هيكتب تويتا او بوست يقول على فكرة جماعة محدش راح وطبعا الناس كلها مساعة تمانية الصبح قاعدة تكتب عايزين يكتبوا السطرين دول حلوة قاوي هو مين يا عمر اللي قالك محدش نزل بيقولك محدش استجرى يقول محدش نزل هو السؤال مين اللي قال محدش نزل مين المجنون يا عمر اللي يستطيع ان يقول محدش نزل هو انت بتخترع اي حاجة عشان تقولها يعني محدش استجرى يقول محدش نزل مش حلوة يا عمر تعريضة مش حلوة لان فيش حد قال محدش نزل لكن الناس بتسأل يا عمر هو السؤال الحقيقي هما نزلوا ازاي عمر بدل ما يقول السؤال الحقيقي قالك يسبق بقى ويقولك الاعلام المعارض بقى ونبقى مين تستجروا تقوله محدش نزل ونفضح بقى يعني محدش قال يا عمر هو السؤال مش كده السؤال ازاي الناس نزلت يا عمر ده السواق اللي عندك ده الطباخ اللي عندك ده 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 حارس الامن اللي على بواب الليتك عارف كويس اول اللي بيحصل في بر مصر المعروضة وعارف اللي نزل نزل ازاي لكن هو السؤال هما كام اللي نزلوا ونزلوا ازاي ده السؤال يا عمر لو انت منطقي لو انت محترم لو انت شريف تقول كده كام نزلوا ونزلوا ازاي فعمر بقى عشان بقى ايه يلعب بقى وياخد الكرة في ملعبنا وقريهم ان هو الرجل بقى يعني وطني وبيطنطن راح مزود كمان وقالك تفضل ابيه انتقاد المصريين وشتمتهم هتبقى حافظ ليهم ان هما يردوا اكتر بيه شتمت المصريين النهاردة حافظ قوي يعني اغبى شيء عملوا الاخوان واشباه الاخوان والمواقع غير ذات الاسامي او البنيان والكيان انهم ما شتموا الشعب المصري يعني توجيه الاهانة للشعب المصري النهاردة كانت حافظ لبكرة وبعدها واعتقد دلهاس يا عشق اولا يا عمر اولا يا عمر يعني معلش برضو انت يعني يا عمر انت مش عارف تعرض انت مستواك تعبان قوي اولا يا عمر حقيقة يعني محدش يجرؤ يشتم المصريين خالص نهائي بس اللي انت عرضه ده شتيمة للمصريين انا عمري في حياتي ما شفت المنظر ده غير وانا رايح التجنيد اللي انت عرضه على الشرشة بتاعتك دي غير وحنا رايحين التجنيد واخدلنا صف كده في حلمية الزتون واخدلنا كده صف خريجين الجامعات ونمشي بالطريقة دي او والناس متخدع عند البيوكيل النيابة يعني طالعين من المركز رايحين لاستراحة في البيوكيل النيابة عشان فيه قضية ما شفتش ابدا او 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 في ملعب كرة والناس راح تشجع يعني ما شفتش المنظر اللي انت عرض ده عمر الناس دي خارجها من اللجان ولا رايحها اللجان لو رايحها اللجان بالشكل ده يبقى الناس دي منقادة ولو خارجها من اللجان بالشكل دي بقى الناس دي مترتبة عشان تتصور كده عشان يصوروا حجد فيحبسوا شوية ناس لانه اللي في الاخر الناس بتروح تصوت اللجنة فيها سندوق اواء يعني قصدي خيمة سطارة واحدة او سطارتين بكتير قوي فالناس بيقوا واحد هنا واحد هنا اللي بيصوت بيخرج ليه يخرجوا كده ده لهم جوا اللجان خارجين ليه يخرجوا بالدفاع العب بقى الفيديو مش توريسة عمر العب الفيديو كده العب فيديو عمر العب فيديو عمر بص 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 شوف الحجد احشد في ناس وعمال وبتاعهم مصانع وانطلعهم برضه محشودين كده عشان نوري ان فيه يعني لجان شوف الحجد شوف الحجد شوف عمر اللي انت عرض ده اهانة من المصريين عمر وهنا بقى نرجع للسؤال اللي هرب منه عمر الناس اللي راحت دي نزلت ازاي راحت بمنتهى الاهانة والاستغلال يا عمر اللي بيهين المصريين هو اللي بيستغل لحكة الناس عشان ازازة زيت او كيلو سكر اللي انتو حاولتوا الشركة المتحدة انها تنبه بحدش يقرب او يصور اللقطات دي الناس البسطاء اللي انتو جمعتوهم من كل حتة بالمتين جنيه وكيس السكر وخار بيش تطلع لك جهاز كهرباء او ازازة زيت او استغلتوا حاجتهم زي الست اللي عايزة تتعالج او الست اللي عايزة ترجع التموين عشان يقفوا قدام اللجان عشان نعمل المنظر ده يا عمر اللي اهانة المصريين هو اللي خصص لجان في كل منطقة لجنة محددة تبقى زحمة عشان نصور الزحمة دي ده تعليمات المتحدة عشان يصوروا الزحمة بس ما نصورش الناس يا بتاخد العلبة ولا الكارتونة زي الست اللي بتقول لسه ما خدتش قدام لجنة عمر ما خدتش هتاخدي كله هياخد او خدنا او كله خد يعني يعني كله خدها ده الايهانة حقيقة وتلفوا على بيوت الناس اللي مش محتاجة تشتري وتشتر أصواتهم بمية جنيه وبرده كيس سكر وإزيز زيت موجودين في نفس الباكنج زي ما عملوا على المواطنة دي يا عمر انا متضايقة متضايقة ومش رفع احنا وصلنا الليفل كده ازي الصراحة يعني انا بقى قادرة بيتي رأي احد بيخبط علي من الجران قمت فتحت مين قالتلي انا قربيت فنانة فنانية انا قصة ما عرفوهاش وقالت لها اي وخير قلت لي عايزة بتعطي ليه؟ قلت لها عشان انتخبات عديك هي ست 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 وهي سكر ومية جنيه انا استضمت المهم قلت لها لا انا البطاقة بتعطي غير المكان هنا يعني مش تفع المكان هنا وقفلت بصناعة لطف ايه ده اللي احنا وصلناه ده ايه 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 كمية الحبل ده انا اقل من 200 جنيه وكسين السكر مع الخالة ده وازاز الزيت مش عايخه انتو بتعصدروا جماعة دي الاهانة يا عمر الاهانة لما الناس تفرج في الخليج وفي شمال المغرب عربي عالفيديوهات دي وعارف انه تمنى بازاز السكر وكس ازاز الزيت وكس سكر ده مساعد في الرواية دي ماردتش تخرج بنتها غير بعشرين بنتهم الاهانة يا عمر فعلا ان احنا نعرض الناس دي لانهم ينزلوا زي دي متفرجش كتير الست دي يعني كانت بتزغرت من شوية وتقولك انا ماخدتش مايفرجش كتير يعني دي الاهانة يا عمر لانه مهر الشعب المصري غالي قوي اللي بيهين الناس يا عمر هو اللي بيجوعهم هو اللي بيغلق على يوم الاسعار زي بتقول صحبة الرسالة دي نشوف صحبة الرسالة دي قاتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وستاذ محمد انت واصلت برنامج مصر اولا اتمنى ان تكون بخير وصحة والسلامة ودائما ابدا ثانيا النهاردة مع اول يوم من المصحة الخايبة بتاعت الانتخابات نزلت وبالسطرة اشتري 2 كيلو واصل نزلت اشتريت 2 كيلو واصل ب40 جنيه لحد هنا الامور طبيعية الغير طبيعي ان البصل اشتريته الكيلو ب20 جنيه بصل مدخول جديد بصل بتاع السنة دي مش الخزين بتاع السنة اللي فاتت البصل الجديد يا سيد محمد المفروض انه شرب بسلامته عشان يحل ازمة البصل الخزين اللي الكيلو عامل 25 جنيه وفي اماكن عامل 28 و30 و40 جنيه ولفت نظري حاجة تانية كمان مع اول يوم من المصرحية الدنيئة بتاعت الانتخابات وانا ماشي في الشارع في مدرسة معمول فيها لجنة للمصرحية الدنيئة بتاعت الانتخابات كان فيه واحد سائد تروسيكل ومعلق ميكروفونه بينادي حديد قديم بلاستيك قديمة خردة قديمة بوائي زيت سمك للبيع اللي لفت نظري انه في اول يوم من المصرحية والراجل بتاع الخردة بيلم من الناس وبينادي بيقول كيلو بوائي زيت السمك بـ 28 جنيه زيت السمك ده اللي هيروح في اماكن تحت بيل السلم يعاد تدويره بطريقة معينة ويتعبى في جراكن ويتبع لمحلات الفول عشان يقلوا بيت طعمية ناهد من مصر اللي بيهين الناس هو اللي عمل فيهم كده عمر اللي بيهين الناس هو اللي بيجبرهم على انهم ينزلوا يصوتوا وينزق على صوتهم بالعافية ويهددهم في لقم بتعيشهم زي بيقول صاحب الرسالة دي عمر من مصر في قاعد الشركات الحكومة باسكندرية اصر المدير على ان نحضر اجباريا اليوم الانتخابات الرئاسية ومن سيتخلف عن الحضور فهو معرض للجزئات والايقاف عن العمل ثم طلب منا طلب غريب ان نحضر معنا طاقم خروج اخر غير اللي احنا لابسينه وعندما سألنا عن السبب قال ده طاقم تصوتوا بيه وطاقم اخر لزوم التصوير امام اللجان حتى يبدو المشهد وكأننا اشخاص مختلفين لان هم ليهم يونيفورم واحد وده اللي حصل في المدارس يا عمر احمد موسى كمان اهو وقدي رسالة كمان قبل احمد موسى الكلية عندنا من كام يوم اعلنوا ان في رحلة يوم الاحد مجانا والذي يرغب بالاستراك في الرحلة ده جاء التوجه لشؤون الطلاب بدون اي توضيح او اماكن الرحلة فين او هنعمل ايه ولا اي حاجة فكتير من الشباب قالوا كويس نغير جوه ودخلوا للشؤون شؤون الطلبة وسجلوا اسمائهم والحضور يوم الاحد اللي هو النهار ده الساعة تسعة صباحا امام كلها ساعة تسعة النهار ده الشباب وقفين منتظرين فرد من افراد الشؤون نزل لم البطاية الاوتوبيسات وصلت حمل ياسيدي حمل اشحن خلص فاضل الاوتوبيست الصفا دي طلع العميد بنفسه المدرجات واخد غالب اللي كانوا في محاضراتهم بالامر كله ونزل وركب الاوتوبيست بقيارة العميد واللي معاه واكيد انت عارف بقى رحف بعد كده يا سيد محمد وللعلم كمان الكلية كلية شريعة بجامعة الازهر وسلملي بقى على المسرحية